حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة أخبرني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت لي إزارا غليظا من التي تصنع باليمن وكساء من هذه الأكسية التي تدعى الملبدة وأقسمت لي لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري حدثنا سفيان بن عيينة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قد عقد عليها حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثنا مالك عن إسحاف بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشد حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عاصم بن عمر بن خسادة عن علي بن الحسين عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أحدا ولا يطوى له ثوب حدثنا هشام بن عمر حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهر بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة قال وما البردة قال الشملة قالت يا رسول الله إني لسجت هذه بيدي لأكثوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج علينا فيها وإنها لئي زاره فجاء فلان ابن فلان رجل سماه يومئذ فقال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة أكثنيها قال نعم فلما دخل طواها وأرسل بها إليه فقال له القوم والله ما أحسن كسيها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا فقال إني والله ما سألته إياها لألبسها ولكن سألته إياها لتكون كفني فقال سهل فكانت كفنه يومما حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المصوف ولبس ثوبا خشنا خشنا حدثنا أبو بكل بن أبي الشيبة حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ بن زيد حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة قال لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواهي به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواهي به عورتي وأتجمل به في جلوتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أو ألقى فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا قالها ثلاثا حدثنا الحسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر خميصا أبيض فقال ثوبك هذا غسيل أم جديد قال لا بل غسيل قال إلبس جديدا وعش حميدا ومتشهيدا حدثنا أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخضري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين فأما اللبستان فاجتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين عن اجتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سعد بن سعيد عن عمرا عن عائشة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين اجتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأنت مفض فرجه إلى السماء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن قتاذ عن أبي بردث عن أبيه قال قال لي يا بني لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأم حدثنا محمد بن عثمان بن كرام حدثنا أبو أسامة حدثنا الأحوث بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين وصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وأحمد بن الأزهر قالا حدثنا مروان بن محمد حدثنا يزيد بن الصمت حدثني الوضيل بن عقاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه حدثنا سويد بن سعيد حدثنا موسى بن الفضل عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم غنما في آذانها ورأيته متزرا بكساة حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فانبسوها وكفنوا فيها موتاكم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شديد عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلبسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب حدثنا محمد بن حسان الأزرق حدثنا عبد المجيد بن أبي داود حدثنا مروان بن سالم عن صفوان بن عمر عن شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وحدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال فلقيت بن عمر بالبلاط فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأشار إلى أذنيه سمعته أذناي ووعاه قلبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال مر بأبي هريرة فتى من قريش يجر ثبلة فقال يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق من الإزار في الكعبين حدثنا علي بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة حدثني أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال قلت لأبي سعيد أل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإزار قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين في النار يقول ثلاثا لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن خبيصة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفيان بن سهل لا تسبل فإن الله لا يحب المسجلين حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر ما أغربه حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أبو غسان وحدثنا أبو كريب حدثنا عبيد بن محمد قالا حدثنا حسن بن صالح وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصيرا يدين والطول حدثنا أبو بكر حدثنا ابن دكين عن زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعته وإن زر قميصه لمطلق قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا صيف إلا مطلقة أزرارهما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالوا حدثنا سفيان عن سيناك بن حرب عن سويد بن قيس قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل حدثنا أبو بكر حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة فقالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيبها قال شبرا قلت إذن ينكشف عنها قال ذراع لا تزيد عليك حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الناج عن ابن عمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراعا فكنا يأتينا فنذرع لهن بالقصب ذراعا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لأم سلمة ذيلك ذراع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ريول النساء شبرا وقالت عائشة إذن تخرج ثوقهن قال فذراع حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور عن جعفر بن عمر بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله أنبأنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مساور حدثني جعفر بن عمر بن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صحيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير والاستبرق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبس الحرير والذهب وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء من حرير فقال يا رسول الله لو ابتعت هذه الحلة للوفد واليوم الجمعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتالة أن أنس بن مالك نبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في قميصين من حرير من وجع كان بهما حكة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم فدعا بالجلمين فقصر فدخلت على أسماء فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لعبد الله يا جارية هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والخرجين بالديباج حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الحمداني عن عبد الله بن زرير الغاثقي سمعته يقول سمعت علي بن أبي طارب يقول أخذ رفول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن أبي فاخثة حدثني هبيرة بن يريم عن علي أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها ألبثها قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطن حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم حدثنا أبو بكر حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أنس قال رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك بن عبد الله القاضي عن أبي إسحاف عن البراء قال ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء حدثنا أبو عامر عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد قاضي مروى حدثني عبد الله بن بردة أن أباه حدثه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل حسن وحسين عليهم خميصان أحمران يعتران ويقومان فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما في حجره فقال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم قال يزيد قلت للحسن ما المفدم قال المشبع بالعصفر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن حنين قال سمعت عاديا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن نبس المعصفر حدثنا أبو بكر حدثنا عيسى بن يولس عن هشام بن الغاز عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدك قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذا فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الغيطة فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس لذلك للنساء حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء يتبرد به فاغتسل ثم أتيته بملحفة صفراء فرأيت أثر الورس على عكنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا همام عن قتاذة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالبه إسراف أو مخيلة حدثنا محمد بن عبادة ومحمد بن عبد الملك الواسطيان قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شغرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شغرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا حدثنا العباس بن يزيد البحراني حدثنا وكيع بن محرز الناجي حدثنا عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شغرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه حدثنا أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة النشاة لمولاة ميمونة مر بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطيتها من الصدقة ميتة فقال هل لا أخذوا إهابها فتبغوه فانتفعوا به فقالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشة عن سلمان قال كان لبعض أمهات المؤمنين شاث فماتت فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجرود الميتة إذا دبغت حدثنا أبو بكر حدثنا جرير عن منصور وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني وحدثنا أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن العباس قال كان لنعم النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراقهما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتالة عن أنس قال كان لنعم النبي صلى الله عليه وسلم قبالان حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا أو ليمشي فيهما جميعا حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبي أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قفين ساذجين أسودين فلبسهما حدثنا أبو بكر حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار يخبران عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلمي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن محمد حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن موهب قال دخلت على أم سلمة قال فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالإناء والكتم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواب حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي حدثنا دفاع بن دفل سدوسي عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد أن عبيد بن جريج سأل ابن عمر قال رأيتك تصفر لحيتك بالوفس فقال ابن عمر أما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيتك حدثنا أبو بكر حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا ثم مر بآخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا ثم مر بآخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله قال وكان طاوس يصفر حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال فعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آله منه بيضاء يعني عن فقته حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد قال سئل أنس بن مالك أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم ير من الشيب إلا نحو سبعة عشر أو عشرين شعر في مقدم لحيته حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو عشرين شعر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال أم هانئ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر تعني طفائر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يزدلون أشعرهم وكان المشركون يفرقون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب قال فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة قالت كنت أفرق خلف يا فوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسدل ناصيته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا جرير بن حازم عن قتاد عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا بين أذنيه ومنكبين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال ذباب ذباب فانطلقت فأخذته فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أعنك وهذا أحسن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع قال وما القزع قال أن يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ثم نقش فيه محمد رسول الله فقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صحيب عن أنس بن مالك قال اصطنع اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقشه محمد رسول الله حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع بن جبير مولى علي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحا عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة أم المؤمنين قالت أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود وإنه لمعرض عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال تحلي بهذا يا بني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي كفه حدثنا محمد بن يحيا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيدي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فطة فيه فص حبشي كان يجعل فصه في بطن كفه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم عن أبي بردة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وفي هذه يعني الخنصر والإبهام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة حدثنا أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن يحيا عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن عائشة قال وعد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فراث عليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب فقال ما منعك أن تدخل قال إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا عفير بن معدان حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها أو نهاها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة